موسيقى اعلنت قوات الجيش الوطني اليوم كسر هجوم لميليشيات الحوثي شمالي مديرية عبس بمحافظة حجة وقال المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة ان العملية اسفرت عن تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية واوضح اعلام المنطقة العسكرية ان مدفعية الجيش دكت متارس وخنادق الميليشيات في المنطقة موسيقى اعلنت قيادة التحالف العربي اليوم الاربع مصرع اكثر من تسعين عنصرا حوثيا في غارات جوية خلال الساعات الماضية في محافظة مارب واكد التحالف انه دمر احدى عشرة الية عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية جراء عمليات الاستهداف الجوي في المحافظة شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في وقت مبكر من صباح اليوم سلسلة غارات هي الاعنف على العاصمة صنعاء واعلنت تحالف تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيات الحوثية في صنعاء وقال ان العملية جاءت استجابة للتهديد المستمر وحماية المدنيين والاعيان المدنية وقالت مصادر محلية ان الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومناطق في فجع الطان ومنطقة السواد وسعوان ومواقع اخرى في محيط صنعاء قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي ان التحالف اعطى الميليشيات الحوثية فرصا كثيرة للسلام وكان هناك خيار السلم وخيار الحرب ولكنها اختارت الحرب واعتبر المالكي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين في السعودية والامارات تصعيد خطير له عكاسات خطيرة على الامن الاقليمي والدولي وشدد المالكي على ضرورة التعامل بحزم مع الميليشيات الحوثية ومصادر التهديد لحماية المدنيين ضمن الاسهام لحفظ الامن والسلم الاقليمي والدولي واضح العميد المالكي ان لدى التحالف رصد مستمر على مدى الاربعة والعشرين ساعة ولديه بنك اهداف للتعامل مع الميليشيات الحوثية طالبت دولة الامارات العربية المتحدة يوم امس من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع بشأن هجمات ميليشيات الحوثي على ابو ظبي وعربت مندوبة الامارات الدائمة لدى مجلس الامن لانا نسيبة في رسالة الى رئيسة المجلس لهذا الشهر سفيرة النرويج مونايول عن ادانة الامارات استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمدنيين وقالت نسيبة ان التصعيد الحوثي المثير للكلق يمثل خطوة اخرى في جهود الحوثيين لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة ودعت دولة الامارات العربية المتحدة مجلس الامن الى التحدث بصوت واضح والانضمام الى الادانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي قال نايب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ان ميليشيات الحوثي تروج الوعود كاذبة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة واضح الامير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر بانه على حكماء اليمن نبذ اكاذيب الحوثي والمحافظة على ابنائهم من عبث الميليشيات الارهابية واكد الامير خالد بن سلمان ان السعودية ودول الخليج تسعى لان يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالامن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج واضاف لشعب اليمن بانه منا ونحن منه وسنكون دوما الى صفه واشار الامير خالد بن سلمان الى ان ميليشيات الحوثي اختارت الارهاب والدمار واستخدمت ابناء اليمن كحطب يخدم اجندة النظام الايراني اكد رئيس الوزراء معين عبد الملك النبقاء صنعاء تحت سيطرة ميليشيات الحوثي يجعلها منصة دائمة للتهديدات الارهابية ودعا رئيس الوزراء في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط الى مرحلة جديدة من التوافق والتلاحم بين المكونات اليمنية في سبيل هزيمة المشروع الايراني واضح رئيس الوزراء بانه كان لقوات التحالف دور محوري في سبيل اعادة اليمن الى محيطه العربي وقال ان الانتصارات الاخيرة التي تحققت في مختلف الجبهات كانت نتاجا لوحدة الصف بين القوى اليمنية وجهود التحالف بقيادة السعودية واشار رئيس الوزراء الى وجود وديعة مالية خليجية باسهام كبير من السعودية لدعم الاقتصاد اليمني ضمن مشروع اصلاحات كبيرة واوضح ان الحكومة بصدد اصدار عدد من القرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي لاعادة تفعيل المنظومة الاقتصادية قال وزير الاعلام معمر الارياني ان الالغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميليشيات الحوثي بمدرية حريب في صناديق خاصة بمنظمات الاغاثة تحمل شعارات الامم المتحدة جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للميليشيات الاجرامية واوضح وزير الاعلام ان هذه الجريمة النكرى تكشف عن حيال الميليشيات الحوثية في نقل الاسلحة والذخائر وتذكر باستغلالها العمل الانساني والاغاثي وجعله واجهة وغطاء للاستمرار في قتل اليمنيين وممارسة انشطتها الاجرامية ودعا وزير الاعلام الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية لفتح تحقيق شفاف في الحادثة والتنديد بجريمة استخدام شعاراتها كغطاء لنقل وتتخزين الالغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات الحوثية في المنازل والمدارس والمساجد والاسواق والطرقات ويذهب ضحيتها المدنيون الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ اكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعد التزام الحكومة اليمنية واستعدادها التام لدعم وتيسير عمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2140 للعام 2014 واعرب السفير السعد خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي مع منسقة واعضاء فريق الخبراء عن تقدير الحكومة اليمنية لعمل الفريق وتقديمه تقارير مفصلة تكشف حقيقة وأوجه الانتهاكات التي ترتكب في مخالفة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة في انتهاك لمعايير لجنة العقوبات بما في ذلك حضر توريد الاسلحة واجدد السفير السعد التزام الحكومة اليمنية يسير كلما من شأنه توضيح الحقائق للمجتمع الدولي ومجلس الامن على حد سوا من جانبه عبرت منسقة فريق الخبراء عن امتنان الفريق للتعاون الذي أبدت الحكومة اليمنية وتيسيرها للزيارات الميدانية وتقديم الإجابات والردود حول الاستفسارات التي يقدمها الفريق واستعداد الحكومة الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة اليوم الأربعاء تسلم اللواء الإرلندي المتقاعد مايكل بيري مهام رئاستها ورئاسة اللجنة المشتركة لعادة الانتشار في الحديدة ورحبت البعثة الأممية في بيان مقتضب برئيسها الجديد ويعتبر بيري رابع جنرال تعينه الأمم المتحدة لقيادة بعثتها الخاصة بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة التي تشكلت بموجب اتفاق استوك هولم المبرم بين الحكومة والحوثيين نهاية العام 2018 ويأتي تسلم بيري لمهامه في ظل حالة من الشلل في الجهود الأممية واتهام لميليشية الحوثية باستخدام موانئ الحديدة في العمليات العسكرية أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمن الإصلاح بأمانة العاصمة استمرار ميليشية إيران الحوثية في استخدام بعض مؤسسات القضاء غير الشرعي في قمع معارضيها وأكدت قانونية الإصلاح في بيان إن ميليشية الحوثي الإرهابية تستخدم مؤسسات القضاء الواقعة تحت سيطرتها غطاء لجرائمها بحق المعارضين لها ونهب أموالهم وممتلكاتهم والاستلاء عليها بشكل ممنهج وأشارت قانونية الإصلاح إلى أن آخر هذه الجرائم تمثلت في قيام ميليشيات الحوثي بإقاع الحجز على منزل الدكتور نصر السلامي المختطف في سجونها منذ ست سنوات وعربت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة عن إدانتها لإجراءات الميليشيات الحوثية والتهجم على منزل الدكتور السلامي دون مراعاة لحرمة المنزل والعائلات التي تقطن وأكدت قانونية الإصلاح أن الممارسات الإجرامية صادرة عن محاكم تابعة للميليشيات ضد المعارضين منعدمة الولاية القضائية وفاقدة للشرعية والصفة الرسمية ودعت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات القضائية والحقوقية العامة والخاصة المحلية والدولية إلى إدانة الجرائم المستمرة والممنهجة بحق أعضاء الإصلاح والمواطنين في أمانة العاصمة دعا المقدم سام الشرعبي مدير التوجيه المعنوي والإعلام بشرطة تعز كافة الناشطين والحقوقيين إلى الكف عن الخوض في القضايا الجنائية وعدم جعلها وسيلة للمكايدات السياسية نقد الدعوة للإخواء الناشطين ووسائل الإعلام المختلفة والحقوقيين والمهتمين في القضايا المختلفة بمحافظة تعز والتي كان آخرها قضية ما روج له من حادثة اختطاف لخولاء الحرق إلى الالتزام بالدقة والمهنية في ما ينشرونه وما يتبادلونه أن يتيحوا الفرصة للأجهزة الأمنية أن تقوم بمهامها على أكمل الوقت طبعا نحن باشرنا مهامنا من أول ما وصلنا الحادثة وصلنا للنتائج تنفي قضية اختطاف الطالبة خولاء الحرق وإنما هناك أبعاد أخرى للقضية يعني للمصلحة العامة ولمصلحة الأسرة ولمصلحة الطحية نحن نتحفظ وإجراءاتنا إلى اليوم ما زالت مستمرة نحن نتحفظ وإجراءاتنا إلى اليوم ما زالت مستمرة